على مستوى التصعيد في البحر الأحمر ذكرت وكرت رويترز أن هيئة بحرية بريطانية تلقت تقريرا عن اقتراب ست زوارق صغيرة من سفينة تجارية لمسافة ميل بحري تقريبا على بعد خمسين ميل بحري جنوب شرقي المخاب اليمن يأتي ذلك بعدما قالت شركة أمر البريطانية للأمن البحري إنها تلقت تقريرا عن حادث أمني في منطقة باب المندب بدون ذكر تفاصيل وقالت الشركة البريطانية قالت إنها نصحت أفراد أطقب السفينة بتقرير التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى للمزيد من عدن ينضم إلينا مرسولة ياسين الردوان ياسين ضعنا في صورة هذه التطورات الأخيرة بحسب ما حصلت عليه من معلوبة نعم مروج إذن حتى هذه اللحظة ستة قوارب تقترب بشكل كبير من أحد السفن في باب المندب على الجهة الجنوبية الشرقية وقالت المصادر أنه بنحو خمسين ميلا بحريا من ميناء المخى الاستراتيجي وتحدثت أن هذه القوارب لا تحمل على متنها أسلحة وأنه يجري التحقيق مع أفراد هذه القوارب وأنه كما نصحت الهيئة كل السفن نصحت هذه السفن الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو أي محاذير في هذه المنطقة وتحدثت أيضا شركة أمبري بأن تهديدا حصل وهو تهديد صاروخي كما أعلن عنه كما تحدثت أيضا عن تهديدات صاروخية بلغت عددها من غير التهديدات اليوم حوالي 72 طائرة مسيرة و21 صاروخا باليستيا وكذلك كروز تم استهداف هذه السفن وكذلك أيضا ثلاثة قوارب من غير القارب التي تحدثت عنه القوات الأمريكية أنه تم استهدافها في محاولة فاشلة من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر هذه العمليات أدت إلى جعل شركات الملاحة المشهورة لسيما الألمانية الويد وكذلك تحدثت عن أنها تقوم بزيادة كبيرة لأسعار الشحن في هذه المنطقة من جراء تحولها باتجاه أفريقيا ورأس الرجاء الصالح كما أيضا شركة ميرسك أعلنت بشكل رسمي عن تحولها إلى الدوران حول أفريقيا وبذلك تقول جماعة الحوثي والعديد من قيادات الحوثي بأنهم مستمرون في استهداف أي سفينة تتعلق بالإسرائيلي أو الشركات الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بينما تحدث العديد من القادة أن الدول المشاطئة من حقها أن تحمي هذه الشواطئ وتحدثت أيضا وزارة الدفاع الأمريكية بأن نحو أكثر من 115 هجوما منذ 17 أكتوبر حتى هذه اللحظة مروج وحتى هذه اللحظة من عدن الزميل ياسين الردوان شكرا جزيلا لك ياسين على كل هذه المعلومات والتحديثات أيضا